موسيقى لازم لها أفعال كل نية لها سعي كل نية أنت حطيتي نواية حطيتي غايات كل نية لها فعل إيش الأشياء اللي بتسويها إيش الأفعال اللي بتسويها أو ما الأفعال اللي تحققها مثلا واحدة تقول أنا أنوي التمكين في الأرض باسم الله الغني فيها لها سعي مادي إيش هو أنه أنا فعل اسم الله الغني إذن هدفي أنه أنا هذا الشهر أفعل اسم الله الوهاب هذا الشهر هدفي أنه أفعل كيف؟ هذي كيف؟ بنخبركم كيف هدفي إنه أنا أحافظ على الصلوات ليش؟ لأنني أنويبها طاعة هدفي إنه أنا أؤسس مصدر دخل لماذا؟ لأن أنا أريد إنه أوصل للحرية شوفوا الكلمات ذكرناهن سابقا هدفي إنه أنا أوصل للسكينة لذلك بزيد من الأذكار إذن هدفي هيكون إنه أنا أزيد من الأذكار فأنظر إلى النواية اللي تحطيها وشوفي ما الأفعال اللي تناسبها أنظر إلى الأفعال واللي تقدريلها قدر الإمكان ما الأفعال اللي أقدر أسويها وبتلاحظوا أن هناك أفعال في الدنيا وأفعال في الآخرة لأنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الإنسان يدعو لدنياه ويدعو لآخرته عادي يعني خلينا ما ما في وحدة تضحك على نفسها وتقول لا 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 أنا بس أريد الآخرة يعني ما يليش شيء في الدنيا ما يليش حاجة مناه مناك ما شيء تقول لش لا 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 يعني زاهدة خلاص راهبة أو استويتي رهبنة تو إذا الله تعالى يقول لش اطلبيه يعني أنت مستكثرة أنش تطلب الله تعالى لا لا تعالى يقول لش اطلبي كما تطلبينا القرب منه اطلبي أيضا الأرزاق اللي الله سبحانه وتعالى قدرها في الأرض اطلبيها لا تنسي نصيبك من الدنيا في ناس تدحي المثالية وهي تعلم في قرارة نفسها أنه ما صحيح وأصلا تكابر ثم ما تصدق في نيتها لكن أن أعترف أعترف إلي حاجة دنيوية ليش أكذب على نفسي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة